الآن نحن على موعد مع الفاشل والهروب إلى الأمام فيما يتعلق بالإرهاب قضينا على الإرهاب مبروك يا مصريين الحمد لله ما بقاش عندنا إرهاب في مصر تعالوا نشوف السيسي وهو بيازف إلينا هذا الخبر السعيد الحمد لله الموضوع ده نقدر نقول ونا بكرره بالي أربع مرة أقول في هذا الحمد لله احنا ونجزت هذه المهمة بالنجاح بالمناسبة يبقى هنا الحمد لله قضينا على الإرهاب والحمد لله أنجزت هذه المهمة بنجاح عبد الفتاح السيسي مبروك يا رئيس ألف بركة الحمد لله خلاص يا جماعة بصوت أحمد موسى خلاص مفيش إرهاب الحمد لله يا جماعة خلاص فخمت الرئيس بشرنا النهاردة أنه ما بقاش عندنا إرهاب خلاص انتهى الإرهاب انتهى بطريقة أحمد موسى مبروك يا جماعة خلاص ما بقاش في إرهاب في مصد الحمد لله مبروك كده هنعيش في سلام وأمان وهنام قريري العين وهنبقى موسطين جدا بس في نفس الخطاب بعدها بدقائق السيسي بيقول الجيش والشرطة حاجة غريبة جدا تعالوا نشوف والزايب اللي بيقوله كده يفضل السلاح صحي يفضل السلاح صحي باشا هو خلص ولا ما خلصش باشا هو احنا قضينا عليه ولا لازم نبقى منتبهين والسلاح صحي طب هو لو السلاح صحي احنا هنحارب مين لو مفيش إرهاب هتقتل الشعب مثلا لو طلق مظاهرات عشان الأسعار أو مش لقين يكلوا يعني برضو رسينا يا ريس عشان بس نبقى معاك يعني عارف احنا برضو الإعلاميين بنحب معانا كده جزء من الصورة يعني يعني انت احتفظ بالمعلومات وكل حاجة بس دينا حتة صغيرة كده نعرف نتكلم عليها يعني لكن التعليق الجاي ده أنا برشحه لأوسكار أفضل تعليق أو مش أفضل أوسكار أغبى تعليق لرئيس جمهورية في التاريخ ليه؟ تعالوا نشوف الارهابيين بعد كلامي بيومين قالوا نعمل عملية عشان نأكد فيها ان احنا نازلنا موجودين إيه؟ آه يعني اللي حصل في سنت كاترين عملية إرهابية؟ أيوة مين اللي قال؟ خمت الرئيس يعني احنا لسه عندنا إرهاب؟ آه هو قال كلمة أنا خدت بالي منها ما بيقول جم من بره أو نيجي من بره نعمل لهم عمل إيه؟ يا نهار سود يعني انت لعندك حدود ولا مطارات ولا قائد دنيا كده بزرميت هما للتسعين مليار صرفتهم على إيه؟ طب السعودية دلوقتي ما تسمعك تقول عليك إيه؟ يعني يتصرفوا معاك إزاي طيب؟ طب انت بتقول لهم أنا صرفت تسعين مليار عشان تسدها من هنا ومتفتحها على نفسك من الجهة التانية ليه؟ طب ما تركز شوي كلام ده كان مكتوب لك عب فتح؟ ولا أنت ارتجلته؟ أعتقد أنك ارتجلته لأن اللي بيكتبوه لك وهم على قدر يعني مش بعيد من الآي كيو بتاعك من قدراتك العقلية لكن برضو عندهم سنة زكاء يعني أنا أحيانا أحيانا مش كتير باحترم قدرات عباس كامل العقلية أحيانا في بعض لقطات بيعملها بيبقى معلم فيها ومعتقدش أنه كتب لك ده فأعتقد أن ده من ارتجالك انت يعني دي حتة كده ماشية مع الآي كيو بتاعك يا راجل أنت من خمس دقائق بتقول لنا قضينا على الإرهاب والحمد لله أنجزنا المهمة وبعدين بعدها بتقول ألدخلوا بعد كلامك يعملوا عملاء عشان يحرجوك